خلينا نتكلم على نابولي ورينجرز كمان مباراة نابولي ضمن التأهل بشكل أو بآخر لكن المباراة انت شايفها زي شايف طبعا نابولي من قام تعالفرق اللي بتقدم كرة في أوروبا دلوقتي بهوية جديدة مع لوشانو سبالتي يمكن حتى على سبالتي نفسه يعني احنا كنا في الأسابيع الأولى من الدور الإيطالي قلنا ان سبالتي عمل أداء ممتاز جداً واستفاد من توهج عناصر ممكن ما كانتش في الحزبان زي كفرة سخيلي على سبيل المثال دلوقتي كمان بنتكلم عن نابولي أقوى هجوم في الدورة أبطال أوروبا يعني رقم مرعب في وجود بيرميونيخ في وجود مانشستر سيتي برشونا وفي وجود ريال ماديريت في وجود عملاقة الهجوم الأوروبيين والألز من كده ان الهدف دي السبعتاشر هدف متقسمين على أكتر من خط وأكتر من لعب فده يديك فكرة يا كابتن عن المنهج الهجوم اللي بيتبعوا سبالتي والتنظيم والانتشار والشراسة الهجومية الفعلية اللي تجلت السنة دي لما كسبوا ليفر بول 4 واحد في إيطاليا في ملعب ديجو أرماندو مرادونا نابولي متهالف طريق مفتوح وهو اللي هيحفز نابولي أكتر إنه يجيب 18 بنت يعني دي القطوة للوقت إنه يجيب 18 بنت في دور المجموعات هيدخل الدور الثاني بنفسية أعلى بكتير وبعقلية مختلفة تماما إن الناس كلها بدأت ترشح نابولي الأماكن أبعد هذا ما بيصعبش الأمور شوي على نابولي؟ يعني قبل ما نشوف ترتيب المجموعة ما بيصعبش الأمور أن نابولي كان داخل يعني مش طاب تيم اللي مرشحين حتى للفوز بهذه البطولة ولكن بعد الأداء الرائع هل الدور اللي جاي ممكن جدا يصعب الأمور على نابولي ولا أنت شايف إمكانيات الفريق على مستوى يعني على المستوى خاصة على مستوى الليجومي بيتيح نحن ممكن نقول أن نابولي لا ممكن ينافس ويوصل لأبعد نقطة النقطة كمان يا كابتن أنه التواني التواني في المجموعات الموسم ده في دورة أبطال أوروبا في المتناول نسبيا يعني مش نسخة بتشوف فيها الأول والتاني صعبين لا يعني يعني إحنا لو بنتكلم على أصعب التواني في المجموعات كلها نتكلم عن ليفر بول اللي مش هيقابله مظبوط ونتكلم على إنتر ميلان اللي ماتش ممكن يبقى في إطاليا أساسا في النتوم للنهائي ما بيجيبوش خصوم من نفس البلد من نفس البلد أساسا فهو مش هيواجه يعني هيواجه حد لو لو وصل متصدر زي ما متوقع هواجه ليبزيج أو واجه دورة موند أو هويواجه يعني فرأ في المتناول فإذا اتحط التايتل العريض للموسم بتاع سبالتي أنه هو مثلا خد الإسكوديتو خد الدور الإيطالي ونجح في الوصول للربع نهائي دورة أبطال أوروبا أو أكتر لو وصل كمان أبعد من كده فإحنا نتكلم على موسم أسطوري لنابولي هي النقطة في أنه هو هيحقق موسم نابولي ما بيحققوش عادة ما بيحققاش الإنجازات دي عادة على مستوى الشامبيونز ليج فهيبقى من بدر قوي أخف من علي الحمل خصوصاً نحن هذه الوقت بنتكلم في ثلاث نقطة فرق في الدور الإيطالي أصد ميلان اللي ماشي على سطر وصيب سطر ولاتسي وبعديه والخصوم اللي هما الكلاسيكيين إذا كان إنتر ميلان ولا يوفينتوس بعيد شوية ورما بعيد شوية فأعتقد أنه النابولي هو مستهدف الثلاثر نقطة لأنه بوصوله مثلاً بالعلامة الكاملة وبيوصوله مثلاً ربع نهاء شامبيونز ليج ولو حصل على الإسكودتو هيبقى عمل موسم أسطوري في تاريخ نابولي هيريحه من كتير من الضغوط ويخلي مشروع سبالتي قايم على أسس صلبة صحيح